بالنسبة للأمريكيين الآن يجدون أن هذه ربما فرصة لوراثة فرنسا في النيشر الولايات المتحدة ورثت الاستعمار البريطاني والفرنسي في أغلب دول العالم الآن أغلب دول العالم التي كانت تحت الاحتلال البريطاني أو الفرنسي فيها قواعد أمريكية فيها تواجد أمريكي بشكل أو بآخر حتى الجزائر بالنسبة فيها إنما في حدود ضيقة وسرية جدا فيها تواجد فرنسي وتواجد أمريكي واللي يقول لي وراء الدليل يقول له أنه قبل سنوات قبل خمس سنوات خرج في الجريدة الرسمية الفرنسية التعويذات للجنود العاملين في دول في الخارج ذكروا 12 دولة منها الجزائر الجنود الفرنسيين العاملين في الخارج كيف تديرهم تعويذات ذكروا 12 دولة منها الجزائر لما خرجت تحدثنا عليها أنا ذاك وحدثت ضجة على موقع التواصل الاجتماعي ونظر ناقشتها أنا في إحدى القنوات إلى آخره بعدها بيومين اختفى هذا الجريدة الرسمية الفرنسية لكن طبعا موجودة نسخة ونشيرات والناس وجدتها وكتبت عليها بعض الصحافة الغربية إلى آخره بأن هناك تواجد فرنسي عسكري في الجزائر إلى أي حد لا نعرف عددهم لا نعرف لأنهما كانوا وقعوا 36 اتفاقية في 2015 أو 2016 مع فرنسا 36 اتفاقية مع فرنسا كانوا فرحانين جدا بذلك حتى شنجريحة لما رحل في فبراير الماضي وقع على اتفاقيات مع فرنسا سرية مرات بعض الناس يقولوا لي طيب سحادوا لهم يارك تسمعهم الخطاب انتاحهم هما ضد فرنسا هذا يسموه الاستغفال وبيع الغباء وبيع الغفلة وبيع لمن يريد ان يشتري لمن يصدقهم طيب هما مع الروس ولا ضد الروس مع الروس ومع الروس ولا ضد فرنسا مع فرنسا ومع امريكا ولا ضد امريكا مع امريكا ومع الامارات ولا ضد الامارات مع الامارات وقطر مع قطر وإيطاليا مع إيطاليا هم معهم قاع من حين لآخر يحدث إشكالات داخل الأجنح مؤخرا شفنا مثلا أن جناح تبون انزعج بشدة من الإمارات فقالوا للبوق اللي يسمى الخبر هاجم الإمارات والخبر هذه كانت تتلقى أموال من الإمارات قبل أشهر فقط والسعودية ظلوا يوم تحو فيها قالوا لهم هاجموا الإمارات فهاجموها لو كانوا غدوة يقولون لهم أشكروا الإمارات يشكروها في نفس اليوم في المساء قالوا لوكالة الأنباء هاجمي فرنسا جناح شنغريحا قال لي وكالة الأنباء الفرنسي للأبياس وكالة الأنباء الجزائرية كما يسمونها هاجموا فرنسا هاجموا فرنس فانتكار فهاجموها فهاجموها بس يديروا توازن توازن لماذا الإمارات مع فرنسا لأن في اللحظة اللي هاجم فيها تببون الإمارات كانت تنفذ مخطط مشترك مع الروس الامارات تم طرد فرنسا تم طرد فرنسي لمصالح الروس العصابة اللي عندنا لازم لها كل جناح يخدم الجناح نتاعه أو البلد المقرب منه يستطيع أحدا يقول لي لكن تبقون كان في روسيا يروح الروسيا وراء المشكلة يروح الروسيا بالصحة علاقاته وعاطفته وحبه وارتباطاته كلها في فرنسا حتى شنغريحا راح لفرنسا ولكن علاقاته وأكثر يتأفي روسيا علاقاته وارتباطاته لكن طبعا ويني سكنه ويني صهره ويني بعته ولاده ويا فرنسا لا تنسلش أن الشفيق بن شنغريحا ظل في فرنسا لفترة طويلة جدا أمس ذكرت لكم مثلا لماذا أدخل جنرال يوسف بوزيت إلى السجن في النهاية المطار لأنه لم يجدد لبعض أبناء الجنرالات الموافقة أنتع المخابرات الخارجية بما فيهم شفيق لما كان باباه ما زال تحت سيطرة قايد صالح فانتق منه عندما أصبح هو قايد صالح عندما أصبح هو رئيس هيئة الأركان نحن أمام عصابات حكم تقدم المزايا والخدمات والأموال للجميع زيارة عطاف لأمريكا ما هي؟ بعثوه الجناحين بعثوه رحنا للمريكا يرحم مالديكم ما تلعبونيش مع أمريكا عارفين تلعبونيش مع أمريكا فرح لأمريكا باش يقولهم احنا رأنا معاكم وهو الدليل قال لك حوار سياسي وتعاون اقتصادي وتعاون دفاع أمني خلاص هذه ثلاث مجالات الرئيسية لتعاون فيها الدول يعني كنتم أمريكا رأيكم صورينها لبعض البوسطاء العقول ولا أقول بوسطاء الناس لأنه كان كثير من الناس بوسطاء في حياتهم لكن عقولهم كبيرة وتفهم ما يجري لماذا تبيعون الوهم من أنكم ضد الغرب لبوسطاء العقول لماذا العنتريات في بعض الجرائد وفي بعض المواقع وفي بعض من يشعارف نفخ لماذا أنكم ضد أمريكا وضد فرنسا وضد من يشعارف وضد الغرب لماذا طبعا ليريد أن يشتري الحمق والغباء فله ذلك أوضاع ما زالت فرنسا هي الخاسر الأكبر قد تخرج أمريكا هي الرابح الأكبر لأنه كما قلت يطرح السؤال هذا تهديد كيف نحوله إلى فرصة وهم يحولونه في هذه اللحظات إلى فرصة ولذلك لم يصفوا ما حدث بأنه انقلاب حتى لا يقطعون علاقاتهم في نفس الوقت يقومون بضغوطات وربما سيتضح فيما بعد أن أمريكا هي التي تعطل في الأكواس لكي لا يتدخل عسكرية لحسابات متعددة منها أنها قد تنهار مجموعة دول أمريكا كلها موجودة فيها قواعد مثل نيجيريا، مثل السينيغال، مثل غانا، مثل ليبيريا، مثل نفوذ أمريكي كبير وربما أيضا لأنهم يقول لك أوكي نظام عسكري يمكن ابتزازه أفضل من نظام مدني نظام مدني يقوله عندي البرلمان وعندي الصحافة وعندي المجتمع المدني ومنش عارف إلى آخره لكن نظام عسكري ما كانش فنرى وربما قد نجد بعض المقالات الأيام القادمة من بعض الجهات المقربة من الإليزي تهاجم الولايات المتحدة شوفوا تبعوا خاصة لمن يتبع ملف النيجر شوفوا إذا بدأت بعض القنوات والمواقع والجرائد الفرنسية تنتقد الموقف الأمريكي إذا لقيتوا هذا الدات أعرفوا بأن الفرنسيين بدأوا ينتبهوا أن هناك لعبة مزدوجة تقوم بها الولايات المتحدة في النيجر